مأرب عاجل قوات بديلة عن الإصلاح تبدأ استحداث معسكرات بمأربة والحوثي يحذر تفاصيل عاجلة للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة بدأت قوى التحالف اليوم ترتبات جديدة للدفع بفصائل طارق صالح إلى آخر وأبرز معاقل الإصلاح وقالت مصادر عسكرية في دفاع معين إن الإمارات وجهت رئيس أركان قوات معين صغير بن عزيز الموالي لها باستحداث معسكرات جديدة بمدينة مأرب استعدادا لاستقبال فصائل طارق وأوضحت المصادر أن بن عزيز يسعى للاستيلاء على بعض معسكرات الإصلاح التابعة لدفاع معين وتحويلها إلى معسكرات تدريبا خاصة بالفصائل الإماراتية وأثرت الخطوة قلقا كبيرا لدى قيادات الإصلاح والتي ترفض استقدام قوات خصمها التقليدين في الفصائل الإماراتية إلى عقر دارها وفقا للمصادر وتأتي تطورات في ظل تجهيز قوى التحالف أكثر من 15 مقاتل كقوات بديلة لفصائل الإصلاح بمأرب إضافة إلى وحدات مدينة مأرب عقب تصفية قوات الإصلاح لقياديا محسوب على الصغير بن عزيز ترجمة نانسي قنقر